اشتركوا في القناة الموقع الاثري كم كم منطقة ارفود جنوب شرق المغرب الاحظ الصورة واتعرف موضوعها ثم اسمي الموقع الاثري واحدد موقعه اسم الموقع الاثري واحدد موقعه ما هو اسمه اسمه كم كم والموقعه منطقة ارفود جنوب شرق المغرب كيف نكتبه الموقع الاثري يسمى بكم كم ويوجد في منطقة ارفود جنوب شرق المغرب كيف نكتبه الثاني اذكر المصطرحة التي يطلقها على الأشياء التي يعثر عليها العلماء في مثل هذه المواقع ماذا تسمى هذه الأشياء التي يحدثون اليوم في المواقع الاثري حفريات ماذا تسمى هذه الأشياء اللقه تكون أي ضعام أواني اللقه تسمى اللقه اللقه تسمى اللقه اللقه نعم اصفوا طريقة عملي علماء على الآثار والأذوات التي يشغلون بها طريقة مثلا ما هي الطريقة هي طريقة هي حفر حفر والأذوات التي يحتاجونها مثلا بانتلينية مجرافة مجرافة صغيرة مجرافة صغيرة و فورشات 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 حفر يستعملون الحفر والتنقيب ويستعملون فورشات ومجرافة صغيرة مجرافة صغيرة وسمى بعض المواقع الأثاري الأخرى عندما وجودته في المغرب موقع آخر مجموعة ماذا تسمى؟ مثلا موقع إغود الأثاري الجبالي اه الذي توجد فيه أقدم إنسان جمجمة أقدم إنسان يقولون موقع إغود الأثاري الجبالي أستعمل الدرس أو التمرين الثاني أستعينوا بالوثيقة راق الجنج صفحة السعود وأبحثوا فيها المعلومات المطلوبة لمن الإرجدولي بعد نقليه موقع الثانية إنسان لمن الر determination ماذا كان هنا؟ هنا أبدأ الإنسان ماذا؟ ما ذلك؟ إغوار الإنسان ضهور الإنسان Weg الظاهر الإنسان العصور ما قبل التاريخ عصر الحجري القديم من عصر الحجابيك قديم كان بداف 3 مليون و سالة 10 ألف لأنه 3 مليون دوهر الإنسان و 10 ألف كان هذا المليون دوهر الإنسان و ماذا سيكون؟ أنا أخبرتها 500 ألف كانت وقعها 500 ألف 500 ألف ما كان فيها؟ كان فيهاب اكتشاف الأب إكتشافه اكتشافه النهار ثم ماذا كانت وقت كانت وقت 10 ألف 10 ألف قبل الميلاد كل هذا ملائر قبل الميلاد قبل الميلاد أكتشاف الزراع ما؟ اكتشاف الزراعة اكتشاف الزراعة الزراعة يبدأ من هنا يحتل هنا من 3 مليون في العصر الحجار القديم يحتل 10.000 لديه اكتشاف الزراعة عصر الحجار الحديث يبدأ من اكتشاف الزراعة أي من 10 10.000 سنة قبل الميلاد قبل الميلاد عند اكتشاف الزراعة يحتل ثلاث سنة ثلاث سنة ثلاث سنة ثلاث سنة ثلاث سنة قبل الميلاد ماذا تم ماذا تم اكتشاف 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 كتابة اكتشاف 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 الكتابة ثلاث سنة قبل الميلاد 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 ماذا تمثل السورة وماذا تمثل السورة في الماضي والحاضر أمازيغي ويهودي من مدينة الدمنات في أربعينيات القرن العشرين اليهودي مع أمازيغي ثلاث سنة قبل الميلاد ثلاث سنة قبل الميلاد تمثل وعرت التي هي تعايشede التي طبعوا العلاقات اليهود والأمازيغ في الماضي والحاضر هذه السورة تجمثل تعايش والتسامح وعرتية واحد وعرتية أخرج ثلاث سراث grateful امرأة امازيغية قبيلة ايد حديد دو ماذا لابسة ؟ لابسة البرنس دائرة الحلي دائرة الحلي دائرة الحلي هذا الشكل الزخرفة الامازيغية استخرج منها وضع الكل والعكار ازريرات ازريرات استخرج من الصورة وضع اللباس التي ترتديه السيدة الامازيغية والمواد التي تستعملها فنقولوا اللباس التي ترتديه السيدة الامازيغية هو برنس برنس نسائي اشترك منها نقرة هل هي النقرة هل هي النقرة وضع مواد التزيين التي تسمى ازريران ازريران والعكار والكحول اللباس التي ترتديه السيدة الامازيغية هو برنس نسائي وحلي من النقرة وتضع مواد التزيين التي تسمى ازريران ازريران اظهر يرى السيدة الامازيغية عليه السيدة الامازيغية سأرحت ترليل وترجمة نانسي قنقر وسيأل أمان اشترك اشترك بالنقر اشترك الناس